اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي سيد سيفن كومبانس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في الدورة العشرين لمنتدى حوار المنامى 2024 وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وسبل تنميتها بما يفتح أفاقا جديدة للتعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم مناقشة آخر المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتخفيض حدتي التوتر والتصعيد والدفع بجهود إحلال السلام الشامل المستدام في المنطقة ترجمة نانسي قنقر